ما سبب التفكير في شخص كثير؟ بعض ألماء النفس يشيرون إلى أن سبب التفكير في شخص ما بصورة متكررة تكون نوعا ما بسبب اقتراب المسافة بينكما فإن دائت يدك على وجود شخص معين واغترابه منك دائما ستجد نفسك دائما تفكر به وهذا سيكون بسبب اعتياد عقلك وعينيك على مشاهدته فبالتالي سوف يبقى حاضرا في مخيلتك رغم بعده أحيانا وقد تكون هذه بداية إعجابك وتعلقك وحبك لذلك الشخص فبالتالي إذ بدأت عليك هذه العلامات وأن تظهر فاعلم أنك قد وقعت في إعجاب هذا الشخص فبالتالي أتمنى بأنك حصلت على المعرفة والفائدة وإن كان لديك أي استفسار تفضل ترجمة نانسي قنقر